رجل في الخمسين من عمره مارضت ابنته وعمرها خمسة عشر عاما فأوصاه الأطباء بالذهاب بها من القرية إلى أهم مستشفى بالعاصمة فتوكل على الله وسافر بابنته وهناك فوجئ بمساحة المستشفى حيث كانت مدينة طبية متكاملة يسير فيها الراكب بسيارته فتعب من السير بابنته وجلس يستريح في مكان مخصص لركن السيارات وكان بين الحين والآخر يبكي دون أن تراه ابنته بسبب قلة حيلته وبينما هو كذلك وإذا بسيارة فاخرة تركن بجواره ويخرج منها شاب وسيم توجه نحوه وسأله عن حاجته ثم ظل يتأمل في الرجل طويلا وبعد ذلك طلب منه بطاقته سلم الرجل البطاقة للشاب فأخذ يتأمله مرة أخرى من رأسه إلى أخمص قدميه وعلامات الدهشة تملأ وجهه وفجأة دمعت عينا الشاب فسأله الرجل ما بك يا ولدي هل أصابك مكروه لا قدر الله قال الشاب بعد أن حمل ابنة الرجل لا وإنما أشفقت لحالك تعال يا عم معي دخل الشاب أروقة جناح طبي متخصص ووضع طفلة على كرسي متحرك وأخذ يأمر وينهى والكل يحييه تحية تقدير واحترام ويتودد إليه وراح يطوف بالبنت بين مختبر التحاليل وجناح التصوير بالأشعة وقسم التخدير والإنعاش والجراحة العامة وفي حدود الساعة الرابعة صباحا كانت البنت قد أجريت لها عملية جراحية ناجحة واستعادت وعيها فحمد الرجل ربه وشكر الشاب الذي كان أهم طبيب بالمستشفى وقال له سيبقى جميلك يطوق عنقي ما حييت وبعد ثلاثة أيام أمر مدير المستشفى بمغادرة ابنة الرجل فطلب الشاب من الرجل أن تمكث الطفلة في بيته أسبوع آخر حتى تسترد عفيتها لأن السفر متعب والمسافة بعيدة وبالفعل مكث الرجل وابنته في ضيافة الشاب سبع ليال وكانت زوجة الطبيب الشاب تخدم ابنته وتعاملها بمنته الرقة واللطف وفي الليلة السابعة عندما وضع الطعام العشاء على المائدة قال الرجل والله لن أذوق لك طعاما إلا إذا أخبرتني من أنت أنت تخدمني طوال أسبوع كامل وأنا لا أعرفك وأمام إصرار الرجل قال الشاب يا عم إن كنت تذكر من عشرين عاما فأنا ذاك الطفل الذي أعطيته عشرة جنيهات عندما كنت أجلس خلفك في الحافلة وكنت أحدث زميلي قائلا له هذا العام شحت السماء ولم تنبت الأرض شيئا وأبي فلاح فقير ليس بيده ما ينفقه علي ولذلك فأنا مضطر لترك مقاعد الدراسة هذا العام فلما سمعتني تأثرت وأخرجت عشرة جنيهات وقلت لي هذا المبلغ يفي لشراء الأدوات المدرسية كلها فأنا يا عم ذلك الصبي ابن قريتك وابن فلان ولولما أعطيتني ما أصمحت اليوم كما أنا والحمد لله أن قدرني لأرد لك بعض الجميل والله يا عم لو أعطاني أحد كنوز الدنيا لما فرحت بها الآن كفرح يومها بما أعطيتني بك الرجل وقال للشاب أتذكر كل ما قلت ومنذ أن مرضت ابنتي واستحال شفاؤها وأنا أدعو ربي بخالص الأعمال حتى التقيت بك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سيدة في الأربعين من عمرها تعشق الصلاة وقراءة القرآن وتتسم بنشاط كبير تحسد عليه حيث أنها دائمة الحضور إلى مدارس أبنائها الأربعة للسؤال عن تحصيلهم ودرجاتهم فهي يوميا تنتظر ظهرا تحت أشعة الشمس الحارقة ابنيها عند الشارع الرئيسي الذي يبعد عن بيتهم نصف كيلو متر كي تعود بهما إلى البيت ثم تحمل عنهما حقيبتيهم الثقيلة هذه المسافة كلها وبعد أن تجهز لهما وجبة الغداء تعود من جديد بعد نصف ساعة لتنتظر ابنتها لتعود بها هي الأخرى ثم تأتي مع طفلها الصغير إلى المسائي وتجلس تنتظره من الرابعة إلى الثامنة ورغم أن سكنها بعيد عن المدرسة إلا أنها تذهب يوميا بسيارة أجره فهي ضيفة دائمة في المدرسة لا تكل ولا تمل وقد احترمها كل من بالمدرسة لأمومتها وحبها لصغارها وحرصها على متابعتهم يوميا كان ابنها الصغير الذي في المسائي لا يقبل إلا أن تجلس أمه أمام الفصل لذا كانت ضيفة ولفترة طويلة يوميا أمام باب فصله على كرسي خشبي يكسر الظهر كان كل من في المدرسة يحسد هذه السيدة على صبرها وقوة تحملها وحبها لأولادها وكانت نافذة مكتب مدير المدرسة تكشف له المدرسة كلها أمامه فما نظر منها إلا وهي جالسة في مكانها كأنها والكرسي ملتصقان تقرأ القرآن والأذكار بتركيز وخشوع وعندما يؤذن لصلاة المغرب تذهب لمسجد المدرسة وتصلي مع المعلمات في أحد الأيام نادى عليها مدير المدرسة وقال لها أتعلمين أن إدارة المدرسة اختارتك الأمة المثالية هذه السنة هتفت السيدة بدهشة كأنها لم تتوقع الأمر نهائيا أنا؟ فقال لها نعم ومن غيرك يستحق ذلك في مدينتنا أو في كل أنحاء البلاد بكت السيدة بكاء مرّا جعل مدير المدرسة يخجل من نفسه لأنه بخبره تسبب في بكائها ثم سألها لما تبكين كل هذا البكاء؟ ألست سعيدة باختيارنا لك؟ قالت السيدة بالطبع سعيدة بل أكاد أموت من السعادة ولكن هؤلاء الأطفال أنا لست أمهم بل أنا لست أما لكي أنال لقب الأمة المثالية أمهم ماتت منذ زمن وأنا زوجة أبيهم لم يرزقني الله بأطفال فكان هؤلاء دنيتي وحياتي وفخري أحببتهم كما لو كانوا أولادي بل ربما لو كان لدي أولاد لما أحببتهم كما أحببتهم ثم رفعت رأسها والدموع في عينيها وسألت مدير المدرسة أخي هل أصلح أما؟ فأنا أتمنى أن أكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي بشرني بذلك عندما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة قال المدير بعد أن سمع المفاجأة المدوية التي أدمعت عينيه وهزت وجدانه أنت يا سيدتي ملكة الأمهات وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ترجمة نانسي قبل